صباح الرشاقة والرياضة والياقة البدنية على كل مشاهدينا في برنامج كلام الصباح معكم رانا عادل مدربة اليقة بدنية وخبيرة تغذية النهاردة هكلمكم في موضوع بيشغلنا كلنا او هو مشكلة بنواجهها نساء ورجال ولكن المرأة يعني بتواجهه بشكل اكتر موضوع السيلوليت او السيلولايت اسبابه هو ليب علاجه وكمان هكلمكم في موضوع الترهولات اسبابها وعلاقها طيب اول حاجة السيلوليت السيلوليت الاسم المشهور له او الشكل المشهور له اللي هو قشر البرتقون اللي هو بيبقى الجلد مش مستوي يعني الدهون عاملة شبه قشر البرتقون او تعرجات بالشكل ده او تكتلات دهنية تحت سطح الجلد طبعا ده بيبقى المكان المشهور الفخدين عند النساء البطن ممكن كمان الدراع وعند طبعا الرجال ولكن المرأة بتعاني منه بشكل اكتر يعني طيب ايه هي اسبابه ليه بيظهر عندنا السيلوليت او السيلوليت اسبابه اول حاجة وفقا للجامعية الامريكية للجراحة الجلدية بتقول اول حاجة تقدم السن يعني كل لما احنا بنكبر مش بنمرس ريء يعني في اليوضو بنكل اكل ما هو الصحي ما بنشربش مية لنا لايف ستايل كده غير صحي خالص فمع تقدم السن بيبتدي يظهر عندنا السيلوليت ده سواء رجال او نساء بس نساء بشكل يعني اكتر يعني تاني حاجة زيادة الوزن ممكن اكون سني صغير ولكن عندي بشكل كبير ده عشان انا وزني كبير تالت حاجة التدخين التدخين شيء غير صحي بيدمر السحة واعضاء الجسم والشكل كمان الخارجي بتاعنا رابع حاجة اسباب وراثية في ناس بتبقى جسمة رفية ولكن بيبقى عندها مشكلة السيلوليت او السيلولايت ده خمس حاجة والحاجة المهمة جدا قلة شرب المية الناس اللي ما بتشربش مية بيحصل لها احتباس مية وبينتج عنها مشاكل كتيرة من ضمنها زهور ما يسمى بالسيلوليت او السيلولايت سادس حاجة مش بنلعب رياضه مش بنتحرك كتير سبع حاجة ضعف الدورة الدموية في ناس بتحركش دايما قاعدة فالدورة الدموية عندها ما فيش حركة ما فيش نشوات فضعيفة عندها ضعفة في الدورة الدموية ثمن حاجة الاكل الغير صحي عمل بقى اكل ومش بتحرك ولا بقى عمل حاجة بدون حساب السعرات بتاعتي اكل اللي قدامي فلازم طبعا يظهر عندي مشاكل كتيرة ومن ضمنها السيلوليت او السيلولايت تسح حاجة نقص في الكولاجين النقص ده طبعا بيكون ناتج من العوامل اللي انا قلتها لكم تقدم السنة التدخين ما فيش رياضة الاكل غير صحي والكلام اللي انا قلتها لكم كده طيب ازاي بقى اقلل من ظهور السيلوليت او السيلولايت تمام او اتخلص من اول حاجة التدليق التدليق اما بالقيت بالشكل عنيف مش مش كده يعني يعني يكن هنا المنطقة المصابة بالسيلوليت هتدي ان انا امسكها ادلكها او افرد المناطق اللي هي مصابة بالسيلوليت او بالسيلولايت وهفرتها بايدي هوزحها بايدي ده هيبقى مرتين تلاتة في اليوم كله او اكتر وده طبعا هنوازب عليه شهور لان الموضوع هياخد وقت طويل جدا في طبعا حاجات تانية طبيعية ممكن نعملها في البيت هتظهر دلوقتي الصور معنا على الشاشة زي مثلا اعمل مقشر طبيعي في البيت مقشر طبيعي مقشر طبيعي مش فيديو رياضة مقشر طبيعي زي القهوة مع زيت الزاتون او زيت جوز الهند مقشر طبيعي زي القهوة وزيت الزاتون او زيت جوز الهند هنخلطهم على بعض وهنبتدي زي ده اللي هو قدامنا على الشاشة هنجيب القهوة العادية وهنحط عليها معلقة زيت زاتون او معلقة زيت جوز الهند وهنخلطهم وهنبتدي ندلك بيهم في المناطق المصابة بالسيلوليت او السيلوليت تمام؟ دي اول حاجة طيب تاني حاجة الليفة او الليفة النباتي الخشن زي ما هو خشن كده مش هنبنله مية وهنبتدي ندلك بيه على الاماكن المصابة من تحت الفوق بشكل من تحت الفوق من فوق لتحت طبعا هنواظب عليه شهور الكلام ده مش يوم ولا أسبوع ولا أسبوعين كلام ده شهور معنا ماشي ومش مرة واحدة في اليوم ده كذا مرة نفس الفكرة برضو بتاعت الليفة المشت الخشبي هنمسكه برضو هندلك بيه المنطقة المصابة من تحت الفوق من فوق لتحت او بشكل دائري وطبعا ده عشان يجري الدورة الدموية معنا وكمان احنا بنوزع التكتلات الدهنية لتحت الجلد فبنفرتها بنعمل لها عملية فرد تمام ده بالنسبة للتدليك قلتلكوا هنعمل ايه اما تدليك اليد العادي او بالمقشر او بالليفة نباتي او بالمشت الخشبي طيب هنشرب ميا ميا كتير ميا مهمة جدا اما بنشرب ميا هنحرر الميا المحتبسة في الجسم مع التدليك فده هيددي نتائج كويسة تمام الميا او شرب الميا زي ما قلتلكوا كتير في الحلقات اللي هي فاتت ان هو ازالة السموم من الجسم لها طبعا عامل كبير في فقدان الوزن كمان تنشيط الدورة الدموية وترتيب البشرة تالت حاجة وده المهم جدا خسارة الوزن طبعا احنا بنفقد الوزن او بنخس بشكل صحي اتباع نظام غذائي صحي محسوب في السعرات على حسب الهدف بتاعنا وعلى حسب النشاط بتاعنا تمام زي ما قلتلكوا برضو في الحلقة اللي هي فاتت نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات بالمعادن والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والماغنيسيوم والدهون الصحية تمام وطبعا احمد القومي جسري اللي هي الدهون الصحية رابع حاجة ومهمة جدا ممارسة الريو ده وانا طبعا انصحكم بممارسة تمرين الكارديو او التمرينات الهوائية مع ممارسة تمارينات المقاومة بالاوزان الحرة اللي هي مسك دامبيل بتمرن به بمرن عضلات جسمي كله او مسك بر حره بتمرن به طبعا ده ده يساعد كتير معنا هوريكم فيديو قدامنا دلوقتي فيديو البعض التمرينات اللي احنا ممكن نعملها بتقلل من ظهور السيلوليت زي الاسكوات العادي او ده جامب سكوات اللي احنا بناخد وضعية الاسكوات وبالنط الفوق ده الاسكوات البلغاري ممكن نعمله بوزن زي ما انتم شايفين كده او من غير وزن ده الاسكوات العادي بتاعنا طبعا دي بعض التمرينات ده اللانجز اللي انا باخد الوضعية دي فارد ريت جديد الورا وده ستيب اب ده ممكن من غير وزن اللي ده جامب سكوات اللي انا باخد وضعية الاسكوات وبقفز لفوق وده الاسكوات البلغاري لو هنقدر نعمله باوزان طبعا ده حاجة حلوة جدا انا بعمل ده باوزان واوزان كبيرة لو مش هنقدر يبقى بوزن الجسم ومع الوقت انتو يعني هتتمرنوا بقى نفس الاوزان دي واكتر كمان تمام مرس الريوضة انا انصح بيها من 3 مرات في الاسبوع لخمس مرات ولا تقل عن 90 دقيقة يبقى هنجمع في التسعين دقيقة في اليوم تسعين دقيقة بنمرس الريوضة هنجمع بين تمرنات الهوائية او الكارديو مع المقامة بالاوزان الحرة همرن كل عضلات جسمي بياخد كل عضلة او كم عضلة امرنهم واليوم اللي بعد كده امرن العضلات التانية وكده طيب ندخل بقى على الشيء اللي احنا بنعاني منه رجال ونساء تراهولات الجلد طبعا زي ما احنا عارفين ان الجلد اكبر عضو في الجسم وبيكون شكل طبقات من البوريتينات زي الكولوجين طبعا وده بيمثل منه 80% من بنية الجلد يعني الكولوجين بيمثل 80% من بنية الجلد التاني طبعا ازبع بالتراهولات اول حاجة فقدان الوزن فقدان الوزن بشكل غير صحي او فقدان الوزن اما اكون انا فقدت وزني كبير اوي فوق الـ 5 و 40 كيلو طبعا ده هيحصلي التراهولات طبعا بفقد الوزن بشكل غير صحي وبسرعة جدا فبفقد العضلات بتاعتي مع الدهون فالجلد بيتراهول تمام طيب الجلد بيتمدد معنا هو عضو بيتمرن بيروحو بيك طيب لما انا بخيس بشكل بسرعة او بشكل غير صحي الناس اللي بتعمل الدايت اللي ما بتاكل شي وبتقول عشان اخيس بسرعة بالعشرة كيلو في الأسبوع وبالتلاتين اربعين كيلو في الشهر وكده ده طبعا غلط ده بيفقدوا القطلة العضلية مع الدهون ومع المية فبالتالي بيحصل التراهولات خصوصا لو كان الوزن كبير قوي او خصوصا لو كانوا فقدوا اكتر من 45 كيلو تمام طبعا انا عايز اقول لكم حاجة في حالات استثنائية بتبقى وزنها كبير جدا وبتفقد وزن كبير جدا بس ما بيحصل لهمش اي تراهولات انا كنت فوق المية 24 كيلو ما عنديش اي تراهولات ولكن انا ماشيت صح بدأت صح قرأته بحثته وعرفت انا همشي ازاي نظام غذائي صحي في كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها جسمي بسعراتي حددت هدفي عرفت نشوتي ايه نزلت اتمرنت اتمرنت كارديو مع مقامة باوزان حرة دي سد السنالية الحمد لله انا حلال انا بنصحكو ان انتو كمان تعملوا نظام غذائي صحي بالسعرات توزنوا الاكل على ميزان وتحسبوه في انا بستخدم تطبيق مايفتنس بال على الموبايل وعندي ميزان بالجرامات ده مسهلي كتير قوي تمام ده بالنسبة للفقدان الوزن بشكل سريع او غير صحي عامل الوراثة في ناس بتبقى الجلد بتاعها للأسف يعني وراثيا بيحصلوا ترهولات ومش بيرجع خالص تمام فللأسف يعني ما بيرجع يعني الجلد بعد ما يعني ما بيترهل ما فيش حل غير عمليات او جراحات التجميل للأسف يعني فيه ايه كمان التقدم العمر او الشيخوخة طبعا زي ما احنا عافين كل ما بنكبر بيحصل تجعيد الوجه الجلد بيترهل او بيتره شوية ده طبعا راجع لعامل اللي هو ايه خفاض الكولاجين من الجسم بتاعنا مع تقدم السنة طبعا واتباع العادات الغير صحية عدم عرض الرياضة الاكل الارساحي زيادة الوزن وكل ده طبعا رابع حاجة التدخين تدخين مش بس مضر بالصحة او بأعضاء الجسم ده مضر كمان بشكلي بيأثر علي ممكن اكون سني صغير بس بشريتي بهتا تعبان مريض شكلي اكبر من سني التدخين كمان بيقلل من او بيخفض من انتاج الكولاجين فده بيدر جدا وبيظهر حاجة اسمها الشيخوخة المبكرة يمكن سمعنا عنها كتير في حاجة كمان المهمة قوية ده ممارسة الرياضة بين قسين ممارسة المقامة بالأوزان الحرة الناس اللي هي او البنات بالذات اللي هي بتقول انا مش هينفع امارس حديد عشان العضلات طبعا ده ده غلط جدا انا بلعب حديد ومش عملاقة عندي تقسيم عضلي بس كأنسة يعني عندي تقسيم عضلي بساعة طبعا الميزان بيزيد عندي بس انا ببقى عارفة ان ده زيادة عضلية لان بيبقى شكل جسمي ما فيهوش دهون ومقاساتين مزبوطة طميم يبقى انا انصح اي حد من البداية بيعمل دايت يبقى يتمرن كارديو مع أوزان مع مقامة بالأوزان الحرة لازم الحديد لازم كتير بيقولوا لي ليه الحديد ما هو دا هيعمل العضل يعني ما هو دا شيء ضروري يعني شيء ضروري لما انا بفقد الوزن طبعا الجلد بيبقى مجدود على الدهون بتاعتي فلما انا بخس الجلد بيبقى يعني خلاص اللي كان تحته أو اللي كان مجدود عليه خلاص انحرق الدهون انحرقت وبقى شكل جسمي طيب ازاي هشد الجلد أو هرجعه تاني بعد خسارة الدهون أو حرق الدهون لازم ابني كتلة عضلية عشان تشد الجلد عشان الجلد يرجع مجدود عشان تحسن من شكل الجلد وما يظهر ليش اللي هو الشكل بتاع علبة الكولة المتطبقة يعني ده اقرب شكل له طيب فيه كمان الحاجة اللي الناس بتستسهلها قوي يعني جراحات تكميم المعدة وشفط الدهون للأسف منظمات علمية كبيرة مهتمة بالفاتنس وبالتغذية الصحية بتحذر من العمليات تكميم المعدة أو شفط الدهون لأنها بتسبب التراهلات الشديدة وبينصحوا أي حد عاوز يخس اتباع نظام غذائي صحي حتى لو هتقعد سنين تخس بس هتخس بشكل بدون تراهلات وهتكون كمان محافظ على الصحة بتاعتك كمان شفط الدهون ازاي تكميم المعدة بالزبط اما بتشفط دون الجلد بيتراهل فبتضطر ان انت تدخل جراحات التجميل ودي ما بتكونش جراحة واحدة بتكون كام جراحة تمام فبتضطر برضو ان انا بخس او بس بعمل تشوه بيبقى شكل الجسم باين فيه طبعا الجراحات دي فطبعا المنظمات او من ضمن المنظمات دي الكلال امريكي الاتبرياضي او منظمة اكسم دي طبعا ما بتنصحش بالشفط الدهون او او بجراحات تكميم المعدة غير فيه حالات معينة الحالات اللي هم فوق 200 كيلو فوق 300 كيلو فيه انا شفت اشخاص فوق 200 كيلو طبعا دول دخلوا في امراض مزمنة ما كانوش بيعرفوا يتحركوا او يمشوا فده كان لازم لهم تكميم معدى فيه فيه بعض الحالات بيستلزم لها جراحات تكميم المعدة فده يعني دي الحالات دي لكن لو انا شخص عادي بنت عادية جدا لازم اخص مثلا عايزة اخص مثلا 50 كيلو ما انا كنت 124 كيلو انا حاليا كنت 57 كيلو حاليا 64 ونص من غير اي شي ليه لان انا اتبعت قرأت اتبعت عملت 1 2 3 خطوات وكان ليه هدف صممت عليه وعملته طب ليه انا ادخل جراحة تكمين معدى وبعد كده الجلد يترهل فادخل جراحة التجمين طالما ان انا اقدر اعمل ده طبعا في حالات استثنائية مش هتقدر فطبعا اللي انا قلتلك لان هما بيبقوا فوق 200 كيلو دخلوا في حالات صحية سيئة فدول طبعا لازم تمام طيب علاج بقى ترهلات الجلد اول حاجة اللي انا كنت بكلمكم فيها طبعا ممارسة التمرينات الرياضية الحديد او المقامة بالاوزان الحرة انا عن نفسي انا بتمرن كل عضلات جسمي مفيش حاجة اسمها اتمرن عضلة او عضلة مفيش حاجة اسمها كده انا بتمرن جزء علوي جزء صفلي ده كان في البداية بعد كده انا دلوقتي بعمل بالك او تطخيم انا عاملة نظام اسمه بوش بولك النظام ده انا مريحني اوي كمان يعني شدت عضل اكتر الجلد بقى شكله تشد جدا طبعا مفيش سيلولات خالص مع اني انا كنت بعيني تاني حاجة الاكل الصحي الاكل الصحي اللي هو بينتج الكالوجين عشان الجلد يرجع تاني نظر او البشرة ترجع نظرة زي الطماطم وزي الموالح وزي البيض وزي السمك الدهني والجوافة والخضار الورقي وشربة العض والتوت والفراولة ثلاث حاجة والمهمة قوي شرب المية شرب المية شرب المية رابع حاجة برضو التدليك لازم برضو ندلك لو احنا عملنا كل الخطوات دي هيبقى عندنا جسم رياضي ممشوق القوام صحي اليقى بدنية عالية جدا جسم فيه قطل عضلية حلوة انا دلوقتي حلقتي خلصت معيكو ان شاء الله اشوفكو في حلقات جايا اكتير السلام